يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعة وأرنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعة وظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك شفع فينا نبينا يوم العرض عليك واسقنا من يجه شربة هنيئة مريئة من حوضه لا نضمع بعدها أبدا اللهم يا ربنا اغفر لنا في يوم العرض يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم آمين اشتركوا في القناة هو شيخ الإسلام والفقيه الشافعي الذي انشغل بالعلم وبتحصيله منذ الصغر رفضا المناصب التي عرضت عليه من أجل التفرق لتحصيل العلم حتى يقال بأنه قد رفض أن يعين قاضي لدمشق من الملك الناصر الآن نتحدث عن الإمام تقي الدين السبكي في مصر أرض المجددين تقي الدين السبكي كان علامة فارقة في مصر وفي الشام درس رد الشبهات وأكمل كتاب المجموع للنووي محوره التجديدي مبني على هذه الثلاثة التدريس ورد الشبهات والفقه رحم الله تقي الدين السبكي وألحقنا به على الخير فضيلة الإمام الأساس دكتور علي جمعة أهلا وسهلا من فضيلاتكم مرحبا بكم أهلا وسهلا أهلا بكم صاحب الفضيلة نتحدث اليوم عن قاضي القضاء وشيخ الإسلام الإمام تقي الدين السبكي وهو بالقطع علامة جليل فماذا يقول عنه ابتداء فضيلة الدكتور علي جمعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ودا اليوم نتكلم عن علي بن عبد الكافي السبكي وهو من من سبك العويضات هنا في المنوفية ولد ونشأ في مصر وكان في عصر الإمام محيد دين النووي ركن المذهب الشافعي وكان تقي الدين شافعية حصل في مرة من المرات أن جاء الإمام النووي يزور الإمام الشافعي وكان الإمام النووي عنده 45 سنة تقريبا حينئذ وهو سن وفاته يعني وماته عنده 45 سنة فلما جاء إلى مسجد الإمام الشافعي ومن بعيد هكذا رأى السفينة التي على قبة الإمام الشافعي العشاري سفينة كده لأنه كانوا يسموه سفينة العلم مضبوط فهو بص من بعيد كده فراح أرى الرئيات بتاعته وسلم على الإمام من بعيد وكده وعايز ينصرف فاللي معاه بيقوله يعني الإمام هو تروح تصلي ركعتين في المسجد وتزوره قالوا لو كان حيا لا أستطيع أن أتقدم عن هذا احتراما وإجلالا لأنه هو بقى ده ركن الشافعية وعارف الشافعي ده هو مين بس عن علم مش عن توهمات أو عن سمع خد بعض الإمام النوا ومشي فوصل الخبر ده لطقي الدين السبكي هنا فقالوهم إزاي الكلام ده النوا يبقى معانا وما نعرفش إن إحنا ندرس عليه ناخد منه نقعده حتى في مصر وخد بعضه وهيئ نفسه ورحل إلى الشام ورى الإمام النووي ورأى إن زيارة النووي إلى مصر معناها إن إحنا من سيبهوش فهنروح له هناك لما وصل تقي الدين إلى الشام وجد الإمام انتقل إلى رحمة الله تعالى واخد بالك وكان يشعر الإمام النووي إن هو بده نول أجل عشان كده جي مصر وزار الإمام الشافعي العلاء العطار كتب هذا في ترجمة الإمام النووي إن هو طبعا لم يتزوج وكان يدرس كل يوم 12 علم وكان 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 أبوه وأمه في نوى اللي هي نسبة إليها النووي فيروح كل شهر وأمه تعمله أقراص وهو كان صائم الظهر كان صائم كل يوم يفطر عليها المنين والعجوة والحاجات هي والأرص دي ويفطر عليها وخلاص وكان عمل زي الألم كده الألم والرصاص من شدة النحافة ومن شدة الصيام لكنه بقى ألف حاجات تانية وكان هو ركن مذهب الشافعية في العالم فلما راح الإمام تقي الدين علاء العطار بيقول إيه؟ بيقول إنه هو رد الكتب اللي مستلفها وقال له أنا هذهب إلى أبويا وأمي قال له بس دا ما هواش وقت الزهاب قال له لا أنا مشتق الزهاب قال له طبعا ترجع أمتى؟ قال له يمكن بعد مئتين سنة ولا حاجة بيقول فذهب ولم يعد ومات عند أبيه وأمه أيوة كان حاسس هذا ودفن في نوى واحنا نوى دي على بعد ستين كيلو من دمشق وروح نزرناه ووجدنا أشياء وأنوار في ضريحه رضي الله تعالى عنه أمين يا رب تقي الدين السبك لما وصل الشام ووجد إنه الإمام انتقل فقال طيب هو كان بيدرس فين قال له في دار الحديث فذهب إلى دار الحديث وأنشأ بيتين وفي دار الحديث لطيف معنا أطوف في أرجائها وآوي أود أن أمس بحر وجهه ما كان أمسه قدم نواب فهذا التعلق الشديد بأهل العلم وأهل الله اللي افتقدناه في هذا العصر واللي بيخلينا نتأثر هذا التأثر بالعطفة الحميمية تخلي واحد يتحرك من مصر إلى الشام ابتغاء العلم وابتغاء البركة وبعدين لما ميلأهوش أم يذهب إلى المكان الذي فيه أثر هذا العلم وأثر هذا البركة عندهم تعامل صحيح مع الكون ولذلك بنسميه الزمن الجميل لأنه كان فيه مشاعر إنسانية مش فيها الضمع وكتر كلام ما لهاش معنا تقي الدين السكي عاش في دمشق وتزوجه هو كان متزوج هنا بنت عمه وبنت عمه دي كان عمه وابوه يقول لها ما تطلبيش منه حاجة إذا طلبت تطلبي من نحن عشان يتفرغ للعلم ويتفرغ للتحصير وكذا إلى آخره لما ذهب إلى دمشق وبقي فيها بات سنة 756 أول حاجة عملها إنه الإمام النووي كان عامل كتاب جامع مانع كبير اسمه المجموعة في 12 مجلد بس ما كملهوش وقف عنده نقطة معينة المجموعة ده شرح المهذب لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي اللي كان في القرن الخامس فأكمله ولما اشتغل بإكماله مات سنة 756 فلم يتم إلا ثلاث مجلدات فأصبحنا التسع مجلدات ألفهم النووي وثلاث مجلدات ألفهم طقيق الدين السك بعد كده يقول العلماء عنه أنه وصل إلى مرتبة الاجتهاد فقها وفي علم الكلام وفي الأخلاق الاجتهاد يعني أعلى مرتبة من المرتبة العالم بكتير بكتير خلاص ده يبقى عامل زي الشافعي ومالك وابو حنيفة بقى ويبقى هو له القدر على استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية القرآن والسنة وكل ده يبقى مسمى مجتهد مجتهد خلاص يبقى وصل الله إلى مرتبة الاجتهاد الاجتهاد ده معناه أنه مستقل أنه سيأتي بجديد أنه له مشروع تجديد ضخم أراده في إكمال المجموع وأراده في التدريس وأراده في رد الشبهات قام لرد الشبهات نعم أستاذا فضلتك بعد الفاصل نكمل المسيرة في منجزات الإمام تقي الدين السكي هذا العلامة الكبير أرجو حضرتك إن شاء الله أرجوكم خليكم معنا كانت أرضاً لتجارة العبيد فدخلها الإسلام وأعزها وحولها إلى أرض خصبة تفيض بالعلماء في مصر فتم تغيير اسمها من سبك العبيد إلى سبك الأحد سبك الأحد طبعاً طول عمرها قرية العلم والعلماء من قديم الأزل يعني أكثر من ما يقرأ من ألف عام فتلك القرية التي تقع بمركز أشمون بمحافظة المنوفية كانت شهدة على مولد ونشأة واحد من شيوخ الإسلام منذ أكثر من سبع مائة عام هو الإمام تقي الدين السبكي شيخ الإسلام وقاضي القضاع فأهلها تظهر عليهم علامات الرضا والفخر فوجههم بشوشة وخطواتهم مستاندة على تاريخ عظيم فضيلة العالم الجليل والسيد دكتور علي جمع أهلاً بفضلاتكم مرة أخرى أهلاً وسهلاً بكم أهلاً بكم فضلات الدكتور من الواضح كده أن الإمام تقي الدين السبكي استقر في دمشق وأنجب بالتالي ابنه الإمام عبد الوهاب السبكي تاج الدين السبكي فالغريب في الأمر ما قرأناه بأنه رفض عرض الملك الناصر بأنه يولى منصب قاضي قضاة دمشق هل ده صحيح؟ نعم هو صحيح وعرض عليه الناصر أن يتولى القضاء من أجل أنه شاع علمه على الفياض وكل العلماء بدأوا يلتفون حوله خاصة في نزاعه مع ابن تيمية لأن ممهور العلماء كان ضد ابن تيمية في أفكاره التي أتى بها فسيدنا الشيخ تقي الدين تعرض لابن تيمية ورد عليه وناقشه وهكذا وألف حتى ضده مؤلفات فالناس وثقت فيه فرأى الحاكم أنه يأتي به قاضيا لكن هو من داخله يريد أن يكون معلما لا يريد أن يكون قاضيا وإن كان هذا المنصب منصب جليل كان جليلا ولا يزال جليلا إلا أن المعلم اللي داخل تقي الدين السبكي في مشروعه التجديدي هو الذي دفعه إلى ذلك الرفض فليس هناك ما يستغرب من أن الحب للعلم جعله يعتذر عن القضاء تقي الدين كان متزوجا في مصر بنت عمه و لما تزوجها أبوه وأبوها يعني أخوه يعني الأخين واحد أبو تقي الدين و واحد أبو الزوجة فأبو الزوجة قال للزوجة ما تطلبيش من تقي حاجة اطلبيها مني أنا أو من عمك نقدها لك نعملها لك لكن سيبي تقي في ما هو أقامه الله فيه من تحصيل العلم و حفظه و درسه و الدراسة دي اللي بنيا التزمت شوية وبعدين رجعت طلبت منه علشان تشوف إذا كان بيحبها ولا لا فغضب أبوها عليها و غضب عموها اللي هو أبو تقي عليها و حين عيز انسافر تقي لدرجة أنه فيه في التاريخ بيقولوا أنه أبوها طلقها منه طلقها من تقي الدين ذهب تقي الدين إلى الشام و تزوج و خلف تاج الدين عبد الوهاب ابنه اللي هو بقى من كبار العلماء صاحب طبقات الشفعية زي ما ذكرناها قبل كده فرفض للقضاء كان من حبه في العلم و من حبه للمشروع التجديد الذي يقوم به المشروع التجديد كان يقوم عليه نمر واحد التدريس وبناء أجيال من أجل حمل هذه الحضارة لمن بعدنا و نمر اثنين رد الشبهات رد الشبهات كان يعني يأخذ مساحة كبيرة في مشروع تقي الدين التجديدي رد الشبهات من الداخل كان ابن تيمية رحم الله الجميع يعني عامل دوشة عامل مخالفات عامل آه أراء مخالفة لما عليه الجماعة العلمية حينئذ في مسائل عدة كثيرة لكن هذا العصر كان يعني آه لا يريده و من ضمنها ان احنا منشدش الرحال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام انما نشد الرحال للمسجد ولما نوصل هناك نبقى نزور سيدنا النبي وكان عنده مسألة اسمها مسألة الاستغاثة لأنه الناس يقول الغوثة الغوثة يا رسول الله فقال لا ده ده ما ينفعش وشرك ومشرك وكذا فاجتمع العلماء في مجالس للتحقيق معه لأنه ده مش شرك ولأن العلماء كلها في مشارق الأرض ومغربها عارفين من دم الشرك لدرجة أن سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يقول أنه إذا ضع إبل أحدكم في الصحراء فليقول يا عباد الله مسكوا يا عباد الله مسكوا فإن لله ملائكة يمسكونها علي يعني إذا كانت إن أنا دلوقتي باستغيث أو بقول مساعدة أيها الناس مساعدة أيها الناس مسلم إلا يسلم علي إلا رد الله علي روحي والأنبياء أحياء في قبورهم كل الأشياء دي ألف فيها الإمام البيهقي بالأحاديث المسندة الصحيحة فكناك تيجي وتعمل دي يعني مشكلة وتحاول أنك تجعل المسلمين وكأنهم قد خرجوا ومرقوا ومن هنا بدأ قضية تكفير المسلم بتقسيمه للتوحيد قال إيه توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد صفات وكل هذا باطل لم يكن أبدا على كلام علماء الإسلام وإنما الذي أتى به الشيخ ابن تيمية اللي بنقول تملي مع ذلك رحمه الله وتعالى لأنه رجل كان يصلي وكان يذكر وكان يدعو إلى الخير لكن أخطأ هيمكن ده كان نتاج عصره ونتاج تصديه للمغول والتطار هو الإمام تقي الديني بن السبكي قال حاجة تانية قال لأنه لم يكن له شيخ لم يكن له شيخ آه يعني شوفي برضو نفس المشكلة اللي احنا معانا مع الجماعات اللي بنعيشها دلوقتي قال كان واسع للطلاع شديد الذكاء جريئا في الدين وليس له شيخ الجرأة في الدين مع عدم وجود الشيخ جامح مع وسعة للطلاع دي كلها لأن انت لو قررت لابن تيمية ده حاجة إيه ده أرى كل ده فين وشدة الزكاء بتخلي الإنسان كأنه يعني شايف نفسه شوية وبتخلي الإنسان متمسك بمسائل ومتمسك بأراء قد لا تكون هي الجديرة بالتمسك وقد لا تكون هي الأولى والأحق لكن الجماعة العلمية مأمونة لأنها مش مخ واحد اللي بيفكر مش عين واحدة اللي بتقرأ وبتشوف دي عيون كثيرة هي عيون علماء الجماعة العلمية فدائما إحنا بنحرص على قضية رأي الجماعة العلمية إلى يومنا هذا أيضا لأنه كله دي تجارب تاريخية الإمام طقي الدين بن السبتي رد على ابن تيمية في الصارم في كتاب الله في هذا المجال ولقنا واحد من تنامسة ابن تيمية رح راضض عليه اسمه ابن عبد الهادي والشيخ إبراهيم السمنودي اللي هو يعني في أول القرن مات 1911 كده رد على ابن عبد الهادي يعني حصلت كل هذه الحوارات انصح التعبير من موقف تقييد دين بن السبتي من مشروعه التجديدي الذي كان يريد فيه دائما أن يحافظ على التراث يحافظ على قضية التدريس يحافظ على تنقية الجو العلمي من الشباة المختلفة بارك الله فيكم فضلات الدكتور شكرا لكم شكرا لحضرتكم شكرا لحضرتكم شكرا لحضرتكم في وجه أحدهم نقطة سوداء إذا ما تسول نهى الشرع عن ذلك وأبى وجعل اليد العليا خيرا من اليد السفلى يجب علينا أن نعلم هؤلاء وأن نردهم وأن لا نشجعهم على ذلك أبدا لأن الشرع قد نهى عن هذه الجريمة اللهم يا كريم استجب دعاءنا في يوم الجمعة واجعلها تمحو الذنوب وتغفر الخطايا نبدأ عهدا جديدا خاليا من المعاصي ومن التقصير ومن القصور حتى ترضى عنا اللهم آمين